كنت بتكلم على أخونا بتاع الفيسبوك اللي اسمه محمد صلاح انه هو بيقول لي يا عم انت عام المسابقة انت مش كفا بقى انت عايزين تلمو فلوس البلق انا معرفش فلوس ايه يعني حتى اللي بيكتب يعني خليك حتى موضوعي مع نفسك هو انت لما بتكتب عن نت لما بتكتب يعني كومنت بتدفع فلوس انا معرفش قولولي قولولي يا جماعة انا ما بفهمش في الموضوع هل بتدفع فلوس ما بتدفعش فلوس يعني يعني بلاش فلوس ايه هو احنا عايزين بس نشوي برضو ده مدرسة ايه مع كل الاحترام للأخ محمد صلاح طبعا ولاك كل التخدير يا اخ محمد ربما انت كنت فاهم كده وارد لكن المسألة مش ان انت تشويه وخلاص المسألة ان انت تتناول امورك بموضوعي بموضوعي الحمد لله الحقيقة على الفيسبوك بدأت تهتم بيه للاصدقاء بفضل الله بقى وعددهم كبير فلازم قوليهم اهتمام بالعكس انا لغيت موضوع الرسائل لان الرسائل كان بتكلف الناس فانا كنت بستحرم ان الناس تدفع فلوس في الرسائل يا بتاعة الموبايل دي ومن ساعتها انا لغيت الرسائل خالص لما لقيت فيسبوك قدامي والناس المحترمين الحياة بتوعقنات النهار هنا حطين مجموعة شباب زي الفل بيقطعوا الحلقة من اول ما تبتدل اخرها ويحطوا ويعملوا يساوه فبقى في اقبال كبير جدا فضل الله فخلاص قلت بحرم ندفع الناس رسالة فالاخ محمد يقولك انتو تعملوا مسابقة عشان تلقى مش هلليم والله فلوس خالص بالعكس يعني مش هلليم اقولك لما بيعمل نعمل جايزة ولا حاجة بيدفعها من جيبي يعني عيب ان انا اقولك كده يعني فعيب يعني طيب خليني بمناسبة الفيسبوك ناخد اخر تعليقات عشان نشجع برضو حبيبنا الحلوين طيب